وفي ملف ساخن بعناصره وتحدياته أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فأق زيدان أن نتائج عمل فريق التحقيق الدولي بجرائم تنظيم داعش يجب تقديمها للقضاء العراقي حصرا وجاء ذلك خلال استقبال القاضي زيدان رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص عن تلك الجرائم كريستيان ريتشر بحث معه نتائج عمل الفريق العام الماضي وأضح زيدان أن نتائج والأدلة التي تم حسمها خلال فترة عمل الفريق يجب أن تقدم القضاء العراقي وجهات التحقيق التابعة له حصرا باعتباره الجهة المختصة بإجراء التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي ترتبط بها النتائج والأدلة التي توصل إليها فريق التحقيق الدولي